لو قال قائل في حديث أبي أيوب عند مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر لماذا لم تكن أكثر من ستة أيام أو أقل أربعة أو ثمانية فقد قال بعضهم لأن الستة رقم الستة عدد تام فإنها إذا جمعت أجزاؤها قام منها عدد أشهر السنة ما أجزاؤها؟ أجزاؤها أنه يمكن لستة أن يقسم على إثنين وعلى ثلاثة وعلى ستة فنأتي إلى ما تنقسم عليه الستة تنقسم على إثنين وثلاثة وستة إذن لو جمعنا إثنين وثلاثة وستة صار المجموع أحد عشر ويكمل بها شهر رمضان فيكون المجموع إثني عشر قال ابن القيم رحمه الله لكن هذا لا يحسن ولا يليق أن يذكر في أحكام الشرع وينبغي أن يوصان الدين عن هذا التعليل بأمثاله وإنما الجواب كما سلف من أن ستة أيام عن شهرين ورمضان عن عشرة فيكون المجموع إثني عشرة شهرة لأن الحسنة بعشر أمثالها ترجمة نانسي قنقر يوم